اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعطى طابعا خاصا للسباق ويؤكد حرص سموه على المساهمة بنجاح كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل والذي يحمل اسما غاليا على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه كما يؤكد حضور سموه على دعم رياضة القدرة التي شهدت طفرة نوعية في الفترة الماضية ويعطي حافزا كبيرا لفرسان الامارات بعكس صورة المشرقة لتطور رياضة القدرة في الشرق الاوسط وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهانية الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بمناسبة فوز سموه بالمركز الاول عن جدارة واستحقاق وسط منافسة قوية ومثيرة بين الفرسان مؤكدا سموه ان مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اعطت رونقا رائعا للمنافسة القوية بين كافة المشاركين واشار الى ان تتويج سموه وحصوله على المركز الاول لا يؤكد المكانة المتميزة التي يمتلكها سموه في رياضة القدرة واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الواسعة التي شهدها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل وهي ما تؤكد حرص الفرسان على التواجد في اقوى البطولات خصوصا ان البطولة اصبحت محط انظار فرسان العالم واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان مشاركة مئتي فارس وفارسة من مختلف دول العالم دليل على حرص الفرسان بالتواجد فيها وهي تعطي منافسة قوية بين الجميع واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالنجاح الجديد الذي سجلته الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية باخراج البطولة بافضل مستوى تنظيمي وهو ما يؤكد الامكانيات العالية التي تمتلكها الكفاءات في المملكة العربية السعودية معربا سموه عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة وحرصها على تقديم كامل الخدمات للفرسان المشاركين من اجل كتابة نجاح جديد يسجل للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسيطر فرسان الامارات على المراكز الثلاثة الاولى حيث حقق سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الاول وجاء في المركز الثاني سيف احمد المزروعي فيما حل في المركز الثالث سعيد احمد الحربي اشتركوا في القناة